السلام عليكم اخبركم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي واصحابي اجمعين الاول مرة يتابعني انا سورية واحنا وسيتنا النهاردة الرز المعمر المصري من احلى الاكلات المصرية هحضره معاكم النهاردة حلو يعني يتاكل تحليا مش حادق بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا المقادر مزبوطة هنقول طريقة التسوية الوش الكريمي من غير ما يكون ناشف الوصفة الاصلية بالزبط هنقول كل التفاصيل بس اهم حاجة تابعي الفيديو للاخر ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب الرز كان مستوي جدا والطعم خرافة فعلا حلو جدا انا في اليوم ده كنا عاملة الغدا فتير الفتير بقى من اسهل الاكلات انا عاملاها قبل كده معاكم على القناة هتيشوفي الوصفة سهل جدا وبسيط جدا وطعمه حلو جدا شوية مية ودقيق وملح وحبت الزبدة بتعملي احلى فتير فتير دلوقتي بقى سعر وغالي جدا ما عرفش ليه هتعمليه في البيت احلى فتير هتعمليه عايزات خين عايزات رؤية زي ما انت عايزة تعمليه هتعمليه هنيجي بقى الرز انا رب حب هعمل الرز منقوع انا نقعت الرز تقريبا نص ساعة والدولة تلت كبيات رز منقوع مصري هحط لكل كباية كبايتين لبن من نفس الكباية بقى كباية الرز عليها كبايتين لبن دولة ست كبيات لبن عليهم تلت كبيات رز مصري منقوع هنزل بقى بالحاجات اللي هتخلي له الرز طعم وطحفة انا حطيت تقريبا تلت معالق كبار زبدة فلاحي اللي هي البيضة عندك زبدة صفرة برضو بتقول بيكون طحفة جدا اللي متاح عندك حطيه حطيت برضو اربع معالق اشتا وانت عايزة تحطي تلاتة اربعة خمسة الاشتا بتخليه طعمه حلو جدا جدا فانت قطري وما تستخصريش حطي في الرز المعمر وهتكليه وهتنبسط عليه جدا دول تقريبا كبشة واحدة من جوز الهند المبشور ناعم يعني تقريبا نص كباية هحطي كمان ربع كباية زبيب يبقى تلات معالق زبدة فلاحي او زقص زبدة صفرة المتاح عندك تلات معالق كبار مليانين حطيت كمان اربع معالق اشتا كبار برضو مليانين حطيت ربع معالق ربع كباية زبيب ونص كباية جوز الهند المبشور ناعم هحط كباية سكر لاني ده هناخله كتحلية بتكليل واحده مبتكليش جنبه حاجة فانا حطيت كباية سكر والسكر برضو حسب الرغبة حبة اقل حسب حبة اكتر براحتك حبة تبتدي بنص كباية ودوقي وتشوفي محتاجة تاني بالنسبالك ولا لا براحتك وحطيت كمان رشة وكده خلصت انا من ناس اللي بتحب تحط كل حاجة في الرز وتدخلوا الفرن يستوي براحته علشان الرزاية تبقى شربة من القشطة وشربة من اللبن والزبدة ويبقى كل طعمه متدخل في بعضه كده ويبقى الطعم وطحفة جدا ودايب انا هاوضة لقلب فيه عن نار لحد ما السكر يدوب تماما والرز يغلي معايا يعني يغلي خالص والوش كله يعمل فقاقية في الوقت ده انا ايدا الفرن على درجة حرارة 200 يبقى انا قبل ما اشتغل قدت الفرن على درجة حرارة 200 وزبطت الرف على الرف الاوسط الفرن بس مش الشوايا احنا مش هنشغل الشوايا خالص في الموضوع الفرن بس على درجة حرارة 200 علشان يطلع الوش بتاعي كريمي جدا ويبقى دايب كده وبقى حلو جدا هاقلب فيها لحد لما الرز يغلي معايا كويس جدا وجربت طريقة دي هتمبستي عليها جدا جدا اول ما بتدي يغلي بقى انا هستنى لما يغلي خالص والوش كله يعمل فقاقيا وهحاول في اخر تقليبة ما كلكعش الرز في حتة واسيبه في حتة حاول وانا بقلب اخلي الرز متساوي بقدر الامكان ما وديش الرز في حتة واسيبه ازبطه علشان ما تبقاش وانتي بتطلعيه حتة طخينة فيها رز طخينة وحتة رفيعة زبطي خلاص دي اخر تقليبة هزبط على قد ما اقدر الرز احاول يكون مرسوس كويس مفيش حتة اضخم من حتة هسيبه يغلي تماما كويس اوي 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 وهم اخدع حطاه في الفرن هسيبه في الفرن من نص ساعة لساعة لربع زي ما يستوي معاك وياخد معاك الوش ده هيبقى الوش فعلا كريمي مستوي جدا ودايب والرز ده اللي المفروض يكون مستوي جدا اللي احنا بناكله حلو سخن كده طالع من الفرن كلي على طول اتبقى معاك لمستني لما يبرد تماما قطعي حتة ودخليه للتلاجة في علبة محكمة الغلق وطلعي بقى حتة حتة هطيها في الفريزر في المايكرويف وكلي بقى احلى رز معمر ما بيجرلوش اي حاجة بس جو حر ما تخلهوش فترة طويلة برا التلاجة لما يبرد تماما وخلاص مش هتاكله تاني دخليه التلاجة الرز ده بيبقى مستوي اوي اللي احنا بناكله حلو لو حبقى الحادق اللي بيبقى شوية فيه تكة او بيبقى مفرفر شوية جربي الطريقة دي وياريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب